لا تهدأ حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قرب خليج عمان لاحقت إيران طائرة تجسس أمريكية تتهمها باختراق المجال الجوي وفق بيان إيراني وفي رواية طهران وجهت القوات البحرية تحذيرا للطائرة لمنعها من الاقتراب أكثر وطاردتها حتى اتتعدت عن المنطقة عائدة إلى طريق الملاحة الجوية الدولية وتدور تلك الواقعة حول الطائرة الأمريكية إي بي ثري إي وهي طائرة استطلاع دورية تتمثل مسؤوليتها الأساسية في جمع المعلومات خصائص عدة تتميز بها تلك الطائرة لكونها مزودة بأنظمة رادار متطورة يقترب طول الطائرة من ستة وثلاثين مترا فيما تبلغ سرعتها القصوى سبعمائة وثمانين كيلو مترا في الساعة بمدى يتجاوز أربعة آلاف كيلو متر الموقف الإيراني من تحليق الطائرة في سماء المنطقة يتماشى مع تحذيراتها المتكررة بأنها لن تسمح مطلقا لمثل تلك الطائرات بالاقتراب ولن تتردد في إسقاطها إن لازم الأمر في مقابل تنديدات مسؤولين أمريكيين بالسلوك الإيراني في خليج عمان معتبرين أنه غير آمن وتأتي الواقعة لتضاف إلى سجل حافل من التصعيد بين الجانبين خاصة في سوريا بعد قصف حملت واشنطن جماعات موالية لإيران مسؤوليته استهدف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا وقصف أمريكي لمواقع لميليشيات إيرانية في سوريا أوقع قتلى وفي ظل التصعيد المتواصل أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تسعى للدخول في الصراع مع إيران لكنها مستعدة للتحرك لحماية مواطنيها